مشاكل العمود الفقاري متعددة من بينها مشاكل اللي كتكون اديوباتيك بحال سكوليوز او ما يسمى بالجنف هاد سكوليوز او الجنف هو عبار عن عوجاج على مستوى العمود الفقاري عوجاج تدريجي وغالبا ما كيكون عند اينات كتر من اللي كيكون عند الظكور كيفاش نعرف انه يقدر يكون عندي مشاكل يوز ولا يكون عندي هاد الوجاج ولا كيفاش نعرف ان الابن دياني او البنيسة دياني عندها هاد المشكل هادا من بين الاعراض اللي كيكونوا واضحين في الجسم هو انه كيكون واحد ديزيكيليبغ يعني كيكون الزيببول والكاتفين كيكون واحد الفرق بيناتهم كيكون واحد الكتف هابط او طالع على الكتف واحد اخر المؤشر الثاني هو اللوحتين او الزومو بلاد اللي كنسميه احنا اللوحتين باللغة العربية كيكون واحد اكتر بروزا من من الاخر بانشور هادو من المؤشرات اللي تقدر الانسان طبيعي يشوفهم ما يلا كانوا من المفروض ان هاد شخص المصاب يمشي لعند طبيب مختص ويدير واحد معينة اللي بدورها كان قدروا نحدو بها شنه هو نوع الجنف وشنه هي الدرجة العويجاج ديانه من بين انواع انواع سكوليوز بانشور كان الاساسيتوت سكوليوتيك الاساسيتوت سكوليوتيك هي ناتجة عن عادات يومية التي يدعها الانسان في أخير جرنيته من بينها اطفال وهي هزون شكرة محفظة محفظة في جانب واحد تكون ثقيلة تخلق واحد عويجاج على مستوى العمود الفقاري بمدة متكررة يعني لا مرة واحدة يجب أن تجعله وطورة فى جنبه هذه الجهة من جهة الأخرى يوجد بمحفظة الأشخاص الذين يسمون المحفظة الكتاب ومع المال الذين يدرواها وراء السروي ويكترون هذه المواجنة تصدق عوض على مستوى العمل ومعالي الإنسان أو الحوض هذا العوجاج يؤثر على العمود الفقاري ويجعل العمود الفقاري بيانسور ديكلا هذه من بين الأسباب اللي كيخليونا أو اللي كيخليو الإنسان يتصاب بهذا الزياتيوتود سكوليوتيك هذي الزياتيوتود سكوليوتيك العلاج ديالهم بيانسور كيكون أفضل لأنه نتج عادة نحاول أننا نصلحوهم تروي الطبي في هذا الحالة هذي كييفلو اللي كييتامد على النموية أنتالجيك بمعناه أنه يكون واحد الحريق ناتيج على ديكلا الابوزيسيون لأن الداتي ديالنا عندهو يموزيسيون الابوزيسيون أناتونيك كنحاولو أننا نحيدو ديكالحريق وأبرا عاد كنحاولو أننا نصلحو ديكالعادات لدكالشخصة هذك وممطن كنحاولو أننا نردو الليونة ديالعضلات ونردو ديكالديформation كنحاولوها كوركت يعني كنحاولو انفروا او بوستور كوركت نقطة مهمة جدا اللي بريت نشير لها هي استعمال الخاطئ للهاتف بطريقة خاطئة بمعنى الناس اللي كيستعملوا الهاتف مدة طويلة بوحد طريقة اللي كييدروا التقوص الهاتف تقوص الظهر ديالهم والكاتفين هذ المشكلة هذة هذة هو من مشاكل العمود الفقاري واللي حاليا متداول بكثرة وكان يجيو من ناس اللي عندهم آلام من المستوى الظهر والمستوى الكاتفين والرقبة ناتيج على ذلك المشكلة هذة تروي الطبي اللي لعبوا حدور مهم جدا في هذه الحالة كفلول أننا نحاول نتفادع ونحيد الآلام بتقنيات وآلات متطورة ومعنى نحاول أننا نرد أو أننا ندير الهيجيان ديالهم يعني نحاول أننا نقرر كيف يستعمل الهاتف بطريقة الصحيحة لما يجعل هم يتفادع أو يجعل يتفادع هذه المشكلة كنصيحة بالنسبة الناس الذين يستعملوا الذين يستعملوا الهاتف بالساف والذين يستعملوا الباسة بالبيرو بالساف وأنه نوعية الخدمة لهم تحتمع لهم الهيجيان التي هضرنا لها من الأفضل إذا كان لديهم بيرو من الأفضل أنه يكون النبو البيغو متوازن مع الكرسي الذي يستعمل يعني ما يكون عالي ويضطر أنه يدير بطريقة صحيحة الكاتفين مستويين ويستعملوا الهاتف ويطلعوا لدرجة لأنهم لا يحتاجون للمستوى الحين لذلك هذا من نصائح اليومية والمهمة التي سننتبه لها في الأيام العادية وأخيرا نريد أن الناس الذين يحسون هذه أعراض التي لديهم أعلم على مستوى العمود الفقاري أنه توجه للطبيب المختص لأنه عندما يكون العلاج أو تشخيص مبكير عندما يكون العلاج في مدة قصيرة ويستفادع أو نقص أو اتفاق حالة أو المشكل وبهذا يكون العلاج أسرع وأفضل لا تنسى تشترك في القناة وتفعل جرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس